انطلق قطر المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445 هجرية لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة عبر محطاته التسع المنتشرة بها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخطوط الحديدية سعودية سار أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت تسين يوما وتم خلالها التأكد من جهزية القطرات البالغ عددها 17 قطرا والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة السقيلة كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطرات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة مركز التشغيل والتحكم